اللي بعد اديها اديله تعال هتروح مني فين فاكرة الضبار ده زمان احطوه في الشويلة دي كده عشان نظام مطلوب وكده وكده التوافق سؤال التوافق بيقول لحضرتك التوافق في العمر شرط اساسي من شروط الارتباط عندك ولا ممكن تتجاوز واحدة اظهر منك ولا لي قيمة المهم الصحة تبقى كويسة يعني مثلا واحد زي بيكاسو السام الشهير قوي ده حب واحدة وعنده سبعين سنة حب واحدة تمامتاشر سنة شرلي شابل اتجاوز بنت الأديب الشهير يوجين اونيل كان عنده ايامها خمسة وستين سنة وهي كان عندها ثمنتاشر وخلفه ستة قالت له قال لا انا هعلمك الحياة وهي قالت له انا اعلمك ازاي تعيش لا فما فيش معايير في الحاجات دي خالص ولا تصدقي المهم الانسان يبقى عنده توافق مع نفسه ومع الآخر بس توافق عقلي وفكري بردو لا في الحب ما فيش عقل ممكن تتجاوز بنته اظهر منك بـ 20-30 سنة حتى لا تقول صعب مش صعب عشان الفن عندي واخد كل حياتي كل وقتك اه لكن لو قبل كده مثلا بـ 20 سنة اه طبعا شرط ان تسعدني لا ان ترمي حمولها علي لازم يتعلموا ازاي بتوعوا بره بيساعدوا بعض هنا لأ داخلين يخططوا وعشان ياخدوا حاجة كل وعدة عزي ينتش من التاني حاجة عشان كده ما بيعرفوش يحبوا كثيرين كده عشان كده عندنا نسبة طلاقة عالية جدا وإلى الأبد ليه مفيش مصداقية حتى في شكل العلاقة ليه؟ كل حاجة بقى دلوقتي مكشوفة الجهاز ده بوز كل حاجة في الدنيا بقى فيه شك بين الطرفين هي تشك فيه وهو تشك فيها وكل ده بسبب الأستاذ ده ببوز بدون شك انت قبل كده حبيت وحدة تركية؟ لا ألمانية ألمانية؟ أه أربعين سنة؟ لا مش أربعين سنة دي التركية ما ده اللي بقولك عالية تركية؟ لو مش قادرة تحبيني بلنش ريحيني بديل الحب بالراحة أكيد لو بتحبك هتريحك غصبة عنها لأن أنا ما بعرفش أكرة وهي مش هتكره ترجمة نانسي قنقر